في القضية اللي شفناها منذ قليل أحمد وعلي نموزجان للوفاء والإخلاص الشديد والتضحية وإثبات إن كلنا في الحياة واحد وكلنا في الحياة كنا يمكن أن نولد بنفس المشاكل وبنفس المتاعب وبالتالي هنا تعالوا نطبق على أرض الواقع إنه الناس تخلص لبعض وتشيل بعض زي مشهد الزوجة اللي بتشيل زوجها تبدو الأصدقاء وقيم الصداقة لا تختلف عن قيم البيت الواحد الزوج والزوجة يعني الصداقة يعني أحيانا حتى يعني أقول لك رب أخ لك لم تلده أمك يعني بعض الأصدقاء أحيانا أفضل من الإخوات نموزجان الحقيقة في طعميق كل المعاني اللي أنت عايزها معي أحمد هشام يا احمد أهلا بيك أحمد أيوان يا ساة دولة أهلا بيك أهلا بيك يا احمد أهلا Mason وخليني أقدم علي محمد علي علي أهلا بيك أهلا بيك فن أهلا بيك يا علي يا احمد قلني المشكلة ببساطة احنا وضحناها في التقرير عشان نوصلها للمسئولين يا. آآ قبل ما اتكلم عن المشكلة بس آآ 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 انا لفت انتباهي قوي ان انك بتعمل ده بحب شديد يعني. وبتعمله بسعادة بالغة. مش كده? تمام يا فزويل تمام. وعشان كده ما انتش عايز آآ آآ تسيب علي ازا تخلف آآ في المواد بالشكل ده فانت يعني ممكن تبعيده عن بعض. احمد سامعني? سامعك يا فزويل سامع. فانت انت خايف انه 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 عالي لو تخلف في المواد دي كده تبعيده عن بعض يعني وآآ وما تشيلوش بهذا الشكل وتوديه وتجيبه يعني. ايه والله يا فزويل المشكلة عند عالي ان هي كدراته العقلية طبعا ما تعافش ساعة الامتحان. لان حضرتك الامتحان زمن وساعتين اه عدد الاسئلة كبير على العالي يعني يعني يعلم طبعا ما عارش يحل الوقت ده. الاسئلة دي كلها في نفس اه في الوقت يعني 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 وعالي طبعا غيرنا. فحضرتك في حالي دلوقتي يعني اعتبر شهيل ثلاث مواد. اه. شهيل ثلاث مواد طبعا يعني طبعا اه طالح صافي يعني هطلح سنة تانية اوها ده انه في اولى فمن اللي هيوديه ومن اللي هيجيبه طبعا انت عارف حضرتك انه ولته اه كات مصابة اه حتى قبل كده. وانت طبعا تشيله ورده طبعا اه على طول قاعد في شهر من المدة اه شهر. يعني ما بجيش انا غير اربعة ايام طبعا. والله العظيم فاحنا عشان طبعا في الفرقسة الجامعة ووزير التربية والتعليم انه يعني لو يقدر ارفعه مادة واحدة طبعا اه انه طبعا ما ينفعش يعني من اللي هيودة عليه بعد كده ومن اللي هيجيبه. هو جامعة الزأزيق. جامعة الزأزيق يا فان. احنا بنوصل صوتك يا احمد رئيس جامعة الزأزيق. اه وحتى لو وزير التعليم العالي اه تدخل اه لانه الحياة المشهد اللي احنا شايفينه. اه ده يا جماعة يعني يعني اهم من اي اه نمازج اجابات لاي امتحان يعني. ولو انت قعد تتعلم الطلبة من هنا للصبح. مشهد زي ده يعني يعلمهم افضل مما يمكن ان يتعلمه الطلبة طيلة السنوات بمناهج تم حشوها اه كما اعتدنا يعني. لكن خلونا فيه ان احنا اه نعمق المعنى وفي نفس الوقت نشوف المعنى. خلونا اسأل علي علي اهلا بيك. اهلا بك يا فالي. علي طبعا انت اه يعني اه كل مشكلتك ان انت يعني شلت تلات مواد وبالتالي اه يعني عايز هنا تلتمس عشان يتفضل مع احمد بالشكل ده يعني. اه طبعا يا فالي. ربنا يوفقك يا علي وان شاء الله هتكون اه يعني انت اه 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 اولى بالمساعدة يعني الناس تشوف تساعدك ازاي وتسهلك كل حاجة. علي ما انتش عايز حاجة تانية يعني يعني طبيا وصحية يعني هنا ايه اللي ممكن تحتاجه يعني. لأ انا براشد السادر وزير التعليم الدكتور خالد عبدالغفار. وبقول لي لو تسابحت انا بترجعك. صلى الله علي بالمهود دي. طيب. وانا وانا بوصل صوتك اه يا علي وان شاء الله صوتك يوصل يعني. قول لي بقى انت انت واحمد صحاب من امتى? انا صحاب من المحل بتاعي يعني. من اللي ابتداي مع بعض? وصحاب اوي كده يا علي? اه صحاب اخوات جدا يا فان. اه ده انا بشوفه كمان بتذكره مع بعض وبتاع يعني. اه على طول الله مع بعض يا فان. ربنا يوفقك وتفضل الصداقة دي مستمرة الى الابد لانها الحياة صداقة في منتهى النقاء بعيدا عن اي اهداف او مصالح يعني. فانت كل اللي حيدايقك اه هو اه انك انت كده هتفترق عن احمد لو تخلفت سنة يعني لو قعت سنة في الكلية. اه يا فان طيب احمد اه قولي اه اه انتو في الصداقة دي واضح ان انتو حتى يعني بتعودوا مع بعض مدة طويلة او صحاب اوي يعني. ايو يا فاندي بنعود مع بعض اه مدة طويلة طبعا لان اه في الجامعة بالنسبة الايام الغرف في الجامعة انا بروح لعلي من بعد العصر لحد دات الساعة عشرة بالليل. اما في ايام الايجازة فانحنا من ده نقعد ننطلو اليوم مع بعض. طيب هو علي كده يا احمد مش مش الافضل مش محتاج اه اللي هو الكورسي المتحرك او العجلة المتحركة يبقى 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 ديبقى معاها دايما. ده والله يا فاني بنسبة صعبة جدا لان دي عايزة يعني عايزة حد يشيلها طبعا وما ينفعش ان الواحد اشيلها طبعا. فلياريت طبعا يستسمحه طبعا العربية لعلي يعني زي يخفف على الحراجة يعني علي طبعا بيتعب اوي في المواصلات. بيتعب في المواصلات. ايو والله يا فاني يعني اربع مواصلات من بيت وحدات الجامعة. بيعمل بتعملوا اربع مواصلات من البيت للجامعة. ايو يا فاني. وانت شايله كده على طول يا احمد. ايو يا فاني والله. ربنا يوفقك يا احمد ويوفقكو اه شكرا يا احمد الف شكرا. يا علي ان شاء الله صوتك يوصل اه لآآ رئيس جامعة الزأزيق اللي هنحاول كمان نشوفه كده ونشوف الامكانية ايه لان الحقيقة هنا لا قيمة لا اي تعليم بدون اه هنا هنا طبعا يعني محدش بتكلم على ان انسانيا تدخل لا القيمة والمعنى اه خاصة لما يبقى المبررات واضحة مش محتاجة كلام يعني او مش محتاجة حد يقولها يعني او اه مفيش فيها لف مفيش فيها حد عايز حاجة لا يستحقها يعني اه اتمنى ان ارخفار اتمنى ان ارخفان ايهاب او يعني مانحة لف شكرا اشغالة الووال ا teknologمة الان اتمنى ان قموز اله because they just can't be the